اكد السيد استيفانو باتيانو الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لدى مملكة البحرين حرص البرنامج على التعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في اطار جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر من المبادرات الدولية الرائدة كونها تتوجه الى شباب العالم بهدف استثمار طاقاتهم لتحقيق الاهداف الاممية واضاف باتيانو ان قيمة الجائزة لا تقتصر على الترويج لاهداف التنمية المستدامة فحسب بل انها تجسد بشكل واضح وملموس ابرز صور التعاون المشترك بين الوكالات التابعة للامم المتحدة نفسها اشار الى ان ما يميز نسخة هذا العام هو اضافة ابعاد جديدة فرضتها جائحة كورونا تطلبت من التفكير والمراجعة للجائزة بطريقة ابداعية وذلك ايمانا بان المبادئ المتعلقة بهذه الجائزة قائمة الان اكثر من اي وقت مضى ما يدفع للحرص بشكل اكبر على العمل لايجاد الحلول والممارسات القيمة والمرينة لتحقيق رفاه الناس وتحقيق اهداف التنمية المستدامة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة